نجفتنا على قضية الهدم ما الهدم إلى خير دارت قامت بنيت قامت هل من توضيح بهذا الخصوص؟ انتهت ذلك بحث لي تبغي تريب إلا ما هيش مسكونة تريبها على وش من أساس لازم يتحاسب اللي ما راقبش احنا نعرف باللي رخصة البناء تعطى لمساولة بلدية والبلدية عندها مسؤول ويصاية هي الضايرة باش توصل الولي ممشيش الولي يأمر بالهدم مباشرة في حلول ممكن ياخدوها لضمان ممكن يعودوا يقوموا للأرض ويرخصوا بشفة سيتنا كما رخصنا البعض المصانع ويدفع تمن يعني سيادة الرئيس فيه مصار معين لتوخي الدقة فيه ما فيه شي لا سلطة قرأ حدم لا بالنسبة للمواطن البسيط فيه بعد الأحيان إجراءات ما تطلبش تدخل الولي بنفسه وهذه يبقى بالنسبة لأمور اللي تمس بهيبة الدولة وتمس بالله أمور هذه لازم فيها تحريات ولاش قلتنا يا ندير تكون لجنة تحت وصاية وزير السكن وزير الداخلية الملفات هذه تطرح تدرس من هو تسبب فيها ما هي الظروف اللي تبنت فيها من قام بدوره ومن تخلى عن دوره حتى وصلتها البناية الفوضوية أخر مطاف اللجنة تقرر عندي راية وباش تعطي فرصة الناس بالعخص أنا نشوف في بعض الولايات نائية في أقصى الجنوب تقول بناية فوضو ما أعتقدش أنها تشوه المنظر وتشوه صح خرج على القانون العدلة موجودة وهذا الأساس اللي طلبتنا من وزير العدل باش عن قريب جدا نقدم قانون ليجرم استيلاء الأرض استيلاء على الأرض متع الدولة ولتع البلدية يدي أرض يبني فيها براكة ولا يبني فيها دار ولا يبني فيها كده يخلصها غالي لأنه كذلك فيه ملاحظة هو أنه منذ استقلال إلى يومنا هذا ما فيش بناء فوضوي تبني في أرض متع خواص إلا أرض الدولة إذن الدولة دافع على متلكتها ولكن دافع كذلك على حقوق المواطن ولها في فصل الشتاء هي معروف من البديهيات أنه في فصل الشتاء ما فيش ترحيل إلا ترحيل إيجابي يعني ليمشوا منه بناقص ديري لسكنات لايقا ولكن حتى العادلة ما تحكمش بالطرد لأن الشتاء ما فيه لا طرد ولا هدم من بعد القانون يطبق ولكن لما نقول القانون القانون يعني المدروس مش بالنرفازة ولا بالتسلط ولا بالفرق بين أمور السلطوية روقا ملقا لا إنيه أوه بالفرق